أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن حادث استضامي جرار بالقطار رقم 1087 القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاس والمينيا وأشار بيان الوزارة لأنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراغ أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة إلى النيابة العامة وأضاف البيان أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم وأنها لم ولن تتسطر على أي متسبب بخطئه سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعوانة